في اللعب كمان عايز اتكلم عنه النهار ده وهو وسامة أبو علي وسامة أبو علي ضيع فرستين في منطقة طوله منهم واحدة في بداية المباراة حني جول جول طيب ليه النهار ده وإحنا منفرج على المباراة مش حاسين وسامة أبو علي مهاجم ضعيف رغم انه ضيع كورتين لو ضيعهم بودست تكون عادنا نحفل ونطلع على المسرح ومنسكوتش تمام ليه وسامة أبو علي فراق تحس انه حد بيجري وبتحرك وبيقتل على كل كورة وبينط على كل كورة وبيصنع أماكن جيدة للتسجيل بيصنع لزميله حالة كده حالة مباشرة على فاكرة أنا ما زلت ما قدرش أقول انه وسامة أبو علي مهاجم عبكري زمانه بس فيه أمارات فيه أمارات طيب ده كلام الوحدي لا ده كلام النادي الأهلي لا ده كلام مين كلام المدرب العام لفريق مزنبي اللي أشابه وسامة أبو علي كأخطى لعب النادي الأهلي في التصريحات خاصة البرنامج رقم عشرة بعد المباراة نشوف التصريحات التصريحات أليكساندر جوران المدرب العام لفريق مزنبي ونرجع نكمل كلامنا نشوف التصريحات نشوف التصريحات النادي الأهلي بدأ مباراة اليوم بشكل جيد ونحن لاحط لنا الكثير من الفريق على مدرب العام لفريق المباراة وضعياته الدفاعية أغلب الوقت حيث كانوا يعتمدون عليه في الخروج بالكرة نحن سنهاجم في مباراة العودة في القاهرة فإن فريقنا ليس فريق مهيئن لإستقبال اللعب بإمكاننا أن نخلق الكثير من الفرص كما فعلنا في مباراة الليلة في لوبنباتشي وصوف نسجل في القاهرة فريقنا سيكون كاملا في مباراة العودة حيثو سوف نستعيد لعبين مصابين تشخفوفانا وإيريك مكوينة كابتن الفريق